اشتركوا في القناة والمنزل يقع بولاية نيفادا المنزل متميز بتصميمه الذي يعود للخمسينات والبناء تم على طلب شركة ديزني وتم عرضه للبيع بعدها المنزل مصمم على شكل ثمرة الاناناس شكله خلاب ويعتبر الان مصدر جلب للسياح منزل باربي منزل ساحر يتميز بالوانه البراقة تم الانتهاء من بنائه خلال عام واستخدم في بنائه 200 باوند من لغلتر و100 جالون من الطلاء الوردي منزل فلينستون هو منزل حجري مختبس من فيلم فلينستون وهو موجود في البرتغال فيه باب ونوافذ وسطح كأي منزل عادي منزل الهوبيت قام سيمون ديل ببناء منزل باستخدام منشار كهربائي ومطرقة فقط عن طريق الحفر في تل ونتج عنه منزل جميل تم الانتهاء من بنائه في اربعة اشهر بتكلفة 3000 جنيه والمنزل يشبه تماما منزل الهوبيت في ملك الخواتم منزل هيلو كيتي قلعة جميلة افتتحت في تايوان عام 2009 القلعة من الداخل مزينة بالكامل باشكال واضافات شخصية هيلو كيتي منزل جيتسونز من اصعب المنازل التي تم بناؤها فعليا لا يوجد منزل يشبهه تماما حتى الان ولكن يوجد منزل في كاليفورنيا قريب الشبه منه بعض الشيء منزل مستوحا من حرب الكواكب المنزل يشبه سفينة ميلينيوم فالكون الموجودة في فيلم حرب الكواكب المنزل يقع في كاليفورنيا مطلي بالكامل باللون الرمادي ويحتوي على اربع غرف داخلية منزل مينيماوس هناك منزلين تم انشاؤهما بوسيطة شركة ديزني احدهما في ديزني لاند والاخر في ديزني وورد ولكن المنزل في ديزني وورد غير متاح للعامة تريد ان ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا نحن نساعدك على ذلك اضغط على ايقونة الجرس ستكون على يقين ان كل الاصدقاء هنا ومن ثم ستحصل على اشعارات بالاصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع